دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء موجز التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع هالة الحملاوي نروح لها مرة تانية تفضلي هالة شكرا محمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت درينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتمية الوقوف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية وحضر الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روتا من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح مؤكدا أن ما تمارسه سلطة الاحتلال إذا المدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسمي 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح 23 قراطا ونصف وخلال الاجتماع الأسبوعي أكد مدبولي أنه تم الإفراغ عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ بما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار اتفقت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية على ضرورة قيام إسرائيل بفتح معابر إضافية حتى تتمكن المزيد من المساعدات من الوصول إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال جاء ذلك في بيان صادر عن حكومات الولايات المتحدة وقبرص والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والإمارات وقطر بشأن المشاورات الوزارية لتعزيز الممر البحري لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة أعلنت وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأنرواء أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم وأشار المتحدث باسم الوكالة كاظم أبو خلف إلى التخوفات من انتشار الوفيات بسبب القصف والجوع وأضاف أبو خلف أن 27 شخصا توفوا بسبب الجوع وسوء التغذية بينهم 25 طفلا أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 40 ألف فلسطيني أدوا صلاطي العشاء والتراويح في ثالث أيام شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على فلسطيني الضفة الغربية حيث بلغت توتر على مستوياته منذ بدء العدوان على قطاع غزة وكان جيش الاحتلال أعلن أنه لن يسمح إلا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والنساء فوق 50 عاما القادمين من الضفة الغربية بالوصول إلى القدس وصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بحي الزيتون ومدينة غزة وخان يونس ورفح ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين تبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي على الحدود وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم قصف منشآت عسكرية يستخدمها حزب الله بمنطقتين ميس الجبل وعيت الشعب بجنوب لبنان من جانبه قال حزب الله أنه استهدف قوة مشاه تابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن باستاذ القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات وتضم البطولة مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلاندا وتقام في الفترة من الثامن عشر إلى السادس والعشرين من مارس الجاري وتستضيفها مصر